الحقيقة النهاردة الحمد لله والشكر لله حقق النادي الأهل العلامة الكاملة بره أرضه مش فوز فقط لا ده أداء الحقيقة كمان رائع جدا خصوصا في الشوت الأول بيؤكد أن معاك مدرب شاطر وفاهم دلوقتي نقدر نقول هذا الكلام من جو قلبنا يعني نقدر نقول هذا الكلام من منطلق اللي احنا بنشوفه لو تفتكروا حضراتكم في المباراتين السابقتين أمام المقولين العرب وأمام طلاق على الجيش قلت لحضراتكم مش عايزين استعجال لازم المباراتين الأولانين يبقوا بهذا الشكل وبهذا المنظر انتظروا ما هو قادم لما قلت لحضراتكم كده في البعض طلع على الاسلام انت يعني بتقول كلام بتطبل لا الحقيقة ما بطبلش ولكن دايما بيعرف في كرة القدم ومتعلم كرة قدم وبيعرف في كرة القدم هيعرف أن دايما المطشن اللي بعد اللي راحة الطويلة بيبقوا كده خصوصا المطش التاني كمان مش الاولاني التاني ابتداء من المبارات التالتة لغاية ما هو قادم ان شاء الله طبعا اللي إذا حصلت ظروف أخرى ان شاء الله تسير بنفس الشكل وبنفس المعدل اللي احنا شايفينه ده قد تقل شوية تزيد شوية الأمور حسب المباراة وعلى حسب الملعب وعلى حسب الفرقة اللي بتلعبها حاجات كتيرة جدا فكده نقدر نقول ان المدير الفني اللي معنا هو رجل فاهم بيدرس المنافس صح وبيلعبه بالطريقة اللي هو شايفها صح رغم الغيابات اللي موجودة في النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي بيبدع وبيلعب كرة جميلة جدا ما فيش تشتيت نقل كرة من وراء بتلاقي من أول محمد الشناوي لغاية اللاعبين والشناوي النهاردة نحاكلم عنه الواحده بتلاقي الكرة بتتلعب من وراء وتطلع لقدام صح فيه تحرك كبير جدا بدون كرة اللعب اللي معاك كرة دايما بيكون عنده أكتر من اختيار المسلسات في كرة القدم هي الأساس في كل شيء مسلسات لما أنا كلعيب أنا بلعب معايا الخط مثلا واللي جنبي أو اللي قدامي ومعايا المسلس التالت اللي جاي من نص الملعب فنلعب احنا التلاتة فحلقي حل قدامي وحل ناحية الشمال هو ده اللي بيعمله النادي الأهلي شكرا